أربعة ألاف مشارك من أربع وثلاثين دولة وخمسون متحدثاً رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الشركات المحلية والعالمية وقادة صناعة التعدين وخبرائها ومسؤول مؤسسات التمويل أرقام ذات دلالة وخطة واضحة لجذب الاستثمارات العالمية في مجال تعدين الواعد في مصر وقد نجحت مصر خلال السنوات الماضية في اتخاذ خطوات فعلية لتطوير القطاع من بينها تقديم قانون جديد معدل للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية عام 2020 كما اتخذت الدولة في هذا القطاع خطوات جديئة من بينها التوسع الحكومي وتبني عدة أطر قانونية جديدة تسمح بالإسراع في الاستثمارات الجديدة على وتنع على تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين من خلال إنشاء مواني جوية وبحرية وطرق جديدة وسكك حديد بالإضافة إلى التوسع في نظم إمداد الكهرباء والمياه كما تبنت الدولة سياسة جديدة لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية للقطاع الخاص لتوفير المنتجات الوسيطة حيث تعد هذه المنتجات الوسيطة أحد ركائس قطاع الصناعة المستدام تتجه أنظار صناع الاقتصاد العالمي نحو القاهرة التي تنظم منتدى مصر للتعدين التجمع الأكبر للقادة العالميين المعنيين بهذه الصناعة حيث يشهد المنتدى فعاليات ومعرضا مصاحبا يضم أكثر من مائة شركة محلية وعالمية عارضة وخمس عشرة جلسة نقاشية متخصصة يقام المنتدى هذا العام تحت شعار استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة ويأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وإبراز ما يشهده من تطورات وبرنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعدينية كما يمثل هذا الحدث السنوي منصة تجمع المسؤولين في قطاع التعدين والمستثمرين الدوليين لتعزيز تعاون والشراكة في استغلال الإمكانات التعدينية التي تحظى بها مصر وفتح المجال لتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات التمويلية الدولية في دعم جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين المصرية وزيادة كفاءة العمل بالقطاع مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات لاستكشاف واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة اشتركوا في القناة